نوصل خير أنا متأثر كثير يعني إن شاء الله أقدر ضبط دمعتي لكن محضر كلمة من القلب عبالي قولها كما رأيته بالفيديو كنت صغير لما اضطريت أقعد بالبيت عفرت صحبي بسبب وضعي الصحي كان عندي طاقتين شباك القوضة والمسجلة اللي حدي واحدة اتفرج منها عرفقاتي عم يلعبوا تحت البيت والتاني اسمع منها موسيقى ومسرحيات يسرقوني على عالم تاني عالم مختلف وساحر هونيك تعرفت على لبنان من خلال ذكي نصيف وصباح وفيروز وضيع الصافة فيليمون وهبة نصري شمس الدين سعيد عقل جبران خليز جبران عاصي ومنصور رحباني وكثير من عبائرة الفن والأدب اللبناني رسموا لي وطني أنا وقاعد بقوطي بتختي الصغير فهمت شو يعني لبنان برمتوا كله بأشعارهم بأغنيهم رخم الحواجز بوقتها والمعابر وخطوط التماس كنت اتنقل أنا وقاعد بقوطي من جنوب لبعلبك لبيروت لصيدة وصور والأرض من الجبل للساحل اخرى وانزل مع صوت وديع الصافة رأيت أمر مشغرة مع فيروز وطلعت على جبل الشيخ رأيت جون وعنجر بصوت نصري وتمشيت عمينا الحبيب ببيروت تعرفت على أهل الجبل بصوت وديع أنا اللي جاي من ليالي الشمال الحزينة ببيت صغير بضايعت بالبترون سفرت عكل زاوية من لبنان عجنيح الموسيقى بقيادة الكلمة حبيت بلدي وانت ميت انت ميت لهالوطن الحلو وقلت بس أكبر بدي يكون بهالمطرح عالمسرح عمثل وغني واكتب وقول شعر بالحب بالناس بالوطن صحيت وكبرت صار بدي فتش على بيئة حاضنة غير البيت لبلش حقق حلمي رحت عجامعة روح القدس بالكسليك لأنه سمعت انه هالمطرح حارس للكلمة وأمين عالتراس وعالقرث الفني اللي بناني الكبير أنا وماشي بهالكلورات الكبيرة بين الحجار الصفر بسمع أصوات حلوة عم بتغني مع بعض الأغاني اللي بعرفها هي زيتها اللي ربيت عليها بلحق الصوت بفوت على مسرح كبير بلاقي أكتر من مية شاب وصبي بجوء واحد بصوت واحد عم بغنه بروح الفن اللبناني عن علم ومعرفة واحترام وأمانة حسيت حالي بالبيت بقوطي بنفس الدفع مع نفس الألحان من وقتها قلت أنا بدي أنتمي لهالمطرح وصر التلميذ بهالجامعة مطرح ما كان بيتاني قاطع في ريمون جبارة وشاكي بخورة عم يعطوا مسرح وأهم أسازة الموسيقى عم بيعلم وجيل كامل عن أجيال سابقة بوقت ما كان في جامعة بلبنان عندها الاختصاصات المتنوعة بمنهج غني مثل اللي كان بالأيزاك ما حسيت بالغرب ولا يوم كان عقلبي مثل العسل أشتغل بالليل لطلع مصروفي لروح بالنهار أخطص بشغفة عقلبي مثل العسل أطلع بالباس أو بالسيرفيس ثلاث أربع سيرفيسات لو أوصل على المطرح اللي بحس فيه بالمعنى الحقيقي لوجودة فنياً إنسانياً وإيمانياً وظلت هذه الجامعة فات حبوابة لكل شاب مثلي ولكل أرشيف مهم بيوسق مراحل أساسية باللبنان مع الوقت بطلت بس صرح علمي أو ثقافي صارت صرح تواصلي للثقافات والحضارات صارت متحف أرشيف ضخم ملجأ لكل عمل مهم ممكن يضيع مع الزمن وبقيت لحد هاللحظة كل ما روح على الجامعة أحس بي نفس الشعور نفس الانتماء لحد ما دعيوني هالحفل المليان حب لتكريمي قلت بيستغل فرصة لنضيع من يريد أن يكرم الثاني جامعة الروح القدس حربت النسيان حربت نسيان جوهر الإيمان نسيان هوية الفن نسيان الحلم بوطن أفضل ودت رسل على كل العالم ينشر الأمانة والإيمان والدليل اليوم كلنا مجمعين بصالة مهمة بهارف الكلاب مع كل هالوجود الحلو الكبير كمان بعدني حاسس حالي ببيتي بقوتي صغيري بنفس الدفع عايش مع وطني راس براس لما بلغوني أن الجامعة ستكرمني بهالمكان الراقي بوجود قدام الجامعة ومحبينا أتكدت أن روح القدس ما زالت مستمرة بمشوار الوفا والحفاظ على ضخ جرعات الأمل بنفوس الشباب لأن عندما تكرم شخص مثل حكايتي ستكرم كل شاب وصبي حكايتهم مثل حكايتي عندما تكرم شخص مثلي ستكرم كل شاب وصبي يعملوا بدوام ليلة اللي يتعلموا بالنهار ستكرم كل شاب وصبي وأهلهم اللي يضحوا بتاعب وشألة يأمنوا العلم والمعرفة لأولادهم ستكرموا كل شاب وصبي طموحين عندهم هدف وشغف مبلشين من الصفر جايين من عائلة كادحة من الطبقة الوسطى مثلي يحبين بيوم الأيام يردوا شميل لأهلهم لجامعتهم ولوطنهم أنا هون اليوم لأشكر أهلي وهديهم هذا التكريم على محبتهم وتضحياتهم لأشكر جامعتي لكسليك على وقوفها لجنب كل التلميذ والأهل بكل الظروف الصعبة مع الحفاظ على مستويها بالعلم والمعرفة والثقافة بشكرك حضرة الأباتي هدي محفوظ بي الرهبني بشكرك حضرة رئيس الجامعة الأبطلال الهاشم وكل الرهبان اللي مروا قبلكن وبعدكن فريق العمل اللي عم يصعوا مع الطاقة الاخترابية اللبنانية بالحفاظ على القطاع التربوي على جامعة منعت منذ تأسيسها احتكار العلم لطبقة معينة شكراً لإزاك فانديشن ريتا الزعنة مستر آدم مكتب الألمناي بإشراف كوزات الأمر بشكري كثير على هالجسر التواصلي مع القدامة ولكل المختربين أريد أن أقول لكم أن هذا التكريم لكم على وفائكم وحبكم لبلادكم أنتم صحيحة تتركوا الوطن لكن الوطن لا ترككم بعده بقلوبكم حاضر بأجمل صوره والدليل وجودكم اليوم هون أنا جاي من لبنان من بلد صغير عم بيعاني بس عارف ومتأكد أنه معبدين حب وناس حلوين منتشرين بكل بلدان العالم مدركين أنه في نوعين من الناس في ناس مثل الطيور في ناس مثل الشجر طير ما في عيش إذا ما هاجر والشجر ما في عيش إذا ما شلش بأرضه رغم العواصف والحرائق والثلج والصعوبات والسقعة والتعدي قد ما يتعرّح إذا ما شلوشه مناح يرجع بيزهر بأول ربيع وهذا يكون البيت جاهز لإذا الطير حاب يرجع بيزهر بيته مزهر وناطره إذا كنا طيور ما ننسى الشجر وإذا كنا شجر ما ننسى الطيور لكل مخترب عم بيساعد بلده بيهديه هذا التكريم أنتوا رسل أو فيه إلى وطنكم اللي نطركن ترجعوا له ليزهر جديد واسمحوا لي بالآخر أشكر كل فنان عزز وطنيتي وخلاني انتمي لبلادي من خلال الشعر الموسيقى المسرح وكل أنواع الفنون اللي ذكرتن بأول الكلام سأجمعوا له الفنانين بقصيدة وإنها فيها تقول بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكيلي عن أيامك العز والأيام البخيلة فنك زكي بلحن دافي وصباح يشي بليلك الغافي وصوتي الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغنيلي بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكيلي شمس الدين من عندك بتشرق بمسبحة بركعة بصلة بترتيلي وبركات من السماء وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلي الحجر البشر الطراب الشجر حتى المدافن فيك بتعنيلي ليلك عنيد نهارك سعيد وجناح مكسرة يطيرها خليلي ومهما زعلت على المعاصي عاصي ومن السماء منصور على المحنة الطويلة وإذا على القهر شي ليلي نسيت صليلك من جبل زيتونك أنت صليلي بشكركم من كل 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 قلبي على وجودكم ورح ضال فخور كل حياتي أنه أنا تلميذ وابنها الجامعة الراقية لإسمها جامعة روح القدس الكسليك شكراً كتير وكل سنة وأنتم بألف خير